وككل اثنين في المسائية حديث في السياسة مع الزميل عبد الحفيظ المنور رئيس قسم السياسة الوطنية عبد الحفيظ إذن تتوصل عملية التقيد في اللوائح الانتخابية ما هو جديد هذه العملية؟ نعم زكريا فمراجعة اللوائح الانتخابية هي عملية روتينية سنوية تقوم بها وزارة الداخلية وهي تهم بالأساس الأشخاص البالغين من السن 18 سنة وعلى الأقل الذين سيبلغون هذا السن ما تم في الواحد والثلاثين من مارس المقبل والذين لا يوجد بهم مانع قانوني فعليهم تقديم طلبات قيدهم برسم المراجعة السنوية كما تهم الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم والذين عليهم أن يتقدموا قبل ما تم دجنبر الجاري بطلبات نقل قيدهم إلى الجماعة المقاطعة وهي تهم بالأساس الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة ويمكن تقديم طلبات القيد الجديدة من طرف المعينين بالأمر إما مباشرة لدى مكاتب السلطة المحلية أو عن طريق موقع إلكتروني خاص بهم www.electoral.ma زكريا نعم كذلك يمكن لهؤلاء المواطنين التسجيل في اللوائح الانتخابية ما هي الوضعية الحالية الآن في هذه اللوائح الانتخابية نعم زكريا لنعود إلى بعض المعطيات الرقمية فحسب اللوائح الانتخابية المحصورة في 31 من المارس الماضية يبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 15 مليون و325 ألف وتمانمائة وأحد عشر ستة وأربعون بالمئة منهم إنات وأربعة وخمسون بالمئة ذكور لكن يبقى موقع الشباب بعد حفيظ في هذه اللوائح ونحن تحدث عن دور الشباب في الحياة السياسية هو موقع ضعيف الشباب المغربية يهتم بالسياسة لكنه لا يمارسها فحسب بحث للمندوبية السامية للتخطيط أجرته سنة 2011 على عين من الشباب تعداد وخمسة ألاف شاب تتروح أعمارهم ما بين 13 و45 يولي الشباب اهتماما قليلا بشأن السياسي إذ إن واحد بالمئة فقط منهم منخريطون في حزب سياسي فالمشاركة السياسية لا تعني التصويت أو المشاركة ولكن تعني الممارسة وممارسة هذا الفعل السياسي زكريا شكرا جزيلا لك عبد الحفيظ منور ولقاء تجدد بك الاثنين المقبل في حديث جديد في السياسة